11.4 يجب أن نرسم بولار كار وبالتالي لكي أرسم بولار كار يجب أن أفهم ثلاثة سيمتري أول واحد سيمتري حوالين X axis أمتى الكار يكون فيها عند سيمتري حوالين X axis؟ لأنه إذا كان فيها عند سيمتري حوالين X axis ساعتها بكفي أرسم الرسمة مثلا إذا كان عند سيمتري حوالين X axis وأنا رسمت رسمة مثلا بهاي الصورة مدام في سيمتري حوالين X axis خلاص بكفي أكمل الرسمة بهاي الصورة كويس؟ لأنه فيها عند سيمتري يعني بكفي أرسم في الربع الأول في الربع الثاني إذا رسمت في الربع الأول في الربع الثاني بقدر أعكس على الربع اللي هون الثالث والربع الرابع نفس الحاجة إذا بنرجع لالكتر نفس الحاجة إذا بعرف إنه كيرف سيمتري حوالين Y ساعتها بريحني في الرسم لأنه سيمتري حوالين Y بكفي بعدين إش أرسم وين؟ إذا في عندي سيمتري حوالين Y بكفي مثلا أرسم الكيرف مثلا أرسم الكيرف في الربع الأول والربع الرابع لأنه إذا سيمتري حوالين Y إذا كان في عندي سيمتري حوالين Y وتظهر أيضاً الجزء الذي فيه تماثل حوالي الأوريشن فالتماثل يساعدك برايحك في الرسم فضروري تعرف كيف شكل التماثل هناك نقطة مهمة جداً لازم الجميع فينا يعرفها التي هي كالتالي لكي نعرف أن كارب سمتل حوالي X axis سوف اعترض أنه رو ثيتا موجود على الكارب إذا رو ثيتا موجود على الكارب سأعود الزوج المرتب رو ثالب ثيتا إذا رو ثالب ثيتا لسات على الكارب أو ثالب ثيتا أو ثالب ثيتا على الكارب هذه النقطة ر ثيتا وهذه النقطة التي يجبها هذه النقطة التي يجبها من البولار يعني أن تلاقي في هنا غيرت شرطها معنى أن أذهب إلى أجمع فردي هذه هي جماعة بي ترى نفس المبدأ ترى أن تعود ثالب ثيتا في الكارب إذا حققت الكارب معنى أن لدي سيمتري حوالي X axis إذا لم تحقق هذه النقطة سأجرب النقطة إلى جانبها إذا حققت النقطة إلى جانبها سيكون لدي سيمتري نفس الشيء إلى الوعي إذا أفترض أنه رو ثيتا موجود على الكارب سأذهب إلى R وبي ناقص ثيتا موجود على الكارب إذا كانت موجودة يكون 2 دي سيمتري حوالي Y وهذه النقطة هناك نقطة equivalence لها نجب أن نعودها إلى مزلطة جرب أعكس R أعكس نشرتها معنى أن أضع هنا زاوية فردي أنا أضع زاوية ثالب بي نفس الحاجة إلى origin إذا أفترض أن رو ثيتا على الكارب يجب أن تكون عندك ثالب R وثيتا على الكارب ونفس الشيء يعكس R سأيتها بجمع بي فردي الآن الأشيء المهم أيضا الذي يجب أن نعرفه أنه في السيمتري ممكن يكون للكارب في السيمتري واحد ممكن يكون للكارب في السيمتري واحد يحوالي X يحوالي Y يحوالي origin لكن ليس ممكن يكون للكارب في السيمتري حوالي 2 بدون الثالثة إذا لكيت 2 سيمتري أكيد الثالث يتطلع معك جاهز على السريع إذا لديك 2 سيمتري الثالث يتطلع على السريع لأنه لا يمكن يكون للك 2 سيمتري والثالث ليس مظبوط ليس صح الآن شخصة ثانية إذا كان لديك سيمتري مثلاً حوالي Y وليس لديك سيمتري حوالي X فأكيد ليس لديك سيمتري حوالي origin يعني إذا لم يوجد سيمتري لديك أحد إليك أكيد لا يوجد فيش سيمتري لديك أيضاً أكيد فهذه النقاط تساعدك للرسم فمثلاً نرسم رسم الثالث R تساوي 1 زادة كوساين فتا هذه الرسمة رسمتها باللكتر للطلاب الأخير معي هذه عبارة عن كابدرويد فعشان أرسم بروح بشوف أين فيدي سيمتري فارح بشيك على النقاط اللي حكينا عنهم قبل شوية بعود سالب فتا لأن القوساين يخفي السالب بظل نفسها فبطلع الجواب R فأنا عودت سالب فتا ويظل معي R معناتين دي سيمتري حوالين X هيا لما تعود سالب فتا ويظل معك R معناتين دي سيمتري حوالين X مدام فيه سيمتري حوالين X فأشوف أجرب إذا فين دي سيمتري حوالين Y بعود سالب فتا بطلع معك R زي ما عوضنا قبل شوية ولكن ما طلع معي سالب R فأجرب النقطة الثانية وبأستخدم القانون التوزيع الجاب والجتا برضه بطلعش معك الجواب R هلا شوفوا علي أنا كاتب هون Not Symmetric About X هناك نقطة مهمة جدا جدا لازم تعرفوها إنه كيف يكون كاب Symmetry حوالين X وY حوالين origin أنا هناك أمثلة يعني إذا تحققت هذه النقطة بحكي فيه Symmetry إذا تحققت هذه بحكي فيه Symmetry إذا تحققت هذه بحكي فيه Symmetry بس إذا لم تحققوش ما بعرف إذا لم تحققوش ما بعرف إذا لم تحققوش ما بعرف فبنديل بيننا يعني هذول شرط شرط بس مش كافي للSymmetry إذا تحقق بكون في عندي Symmetry حوالين X إذا تحقق في Symmetry حوالين Y إذا تحقق بكون في عندي Symmetry حوالين origin بس إذا لم تحقق ما بعرف ممكن فيه ممكن فيه عشان هيك هون أنا حكي ما تحققش بس حكي مش Symmetric لأن أنا متأكد من الرسمة ما هيش ما هيش Symmetry حوالين Y نفس الحاجة مدام هي مش Symmetry حوالين Y فإذا لم تحقق تغلب حالك أكيد فيش Symmetry حوالين origin وبالتالي هلا فيش عندي غير Symmetry واحد حوالين X مدام في عندي Symmetry واحد حوالين X معناها تبكفي أسهم في الربع الأول والثاني زي ما حكيت لكم قبل شوية يعني نش بعكس الرسم فبخ الزوايا من الصفر لا باعثنين في الربع الأول والثاني وبعوضهم هون وبطلع قيم R فمثلا عند الصفر جت السفر واحد ساعد واحد ذات واحد بصير اثنين فعندك فعنده اثنين ولما إذا فعلت سفر عندما صفر فتصد عندك R فهي R ثنين وسفر بعدين خذ باي على ثلاث بصير واحد ونصف خذ باي على اثنين بصير واحد خذ اثنين باي على ثلاث بصير نصف خذ باي بصير سفر خلص توصل بينهم هلا والتعكس هالرسمة أين حوالين X axis لأنه انا بدي تماثل حوالين حوالين X axis التماثمپ هذه الرسمة نسميها إيش؟ كاردرويد هلأ أبدأ أفرجكم هذه الرسمة كيف نرسمها على البرنامج الرياضيات فرجناها لكنا في الليكتر وهي واحد زائد قوسين ثيتا خلينا نشوف عمالك بس شير لإلها الصفحة أوكي أوكي تبعني بس حسنا أنا أفترض الجميع شايف معي البرنامج إذا بكل شايف معي البرنامج نضغط الرقم ثلاث تمام الآن في البرنامج بطلع لك رسمات البولر على السريع برنامج اسمه Mathematica ولكن بإمكانك تستخدم برنامج ثاني أو حتى بإمكانك ترونه على جوجل ممكن أن يرسم لك رسمات بولر على السريع فمثلا هذه الكارب اللي رسمناها قبل شوية دعم لكم بس الخط كبير شوية على ستكون الصورة ورحلة الجميع مئة وخمسة وانشرين فإحنا قبل شوية رسمنا إيش R تساوي واحد زائد كوسين ثيتا وهذه الرسمة بس بعملها إنتر تطلع معك الرسمة زي ما أنت شايفين هيها هي بس أسميه Cardroid وبرسم لك إياها مع Symmetry مع كل شيء فواضح أنه في عندي هنا Symmetry حولين X axis وهذه الرسمة لكوسين تي لحالها طبعاً بدأ نروح بس أشيل الموجب اللي هون وحط سالب إذا بتحط سالب بصير Cardroid بس بعكس حاله بصير البطن الكبير على الطرف الثاني طلعوا كيف؟ هاي بدأ روح أرسم أول واحد شايفين كيف؟ نفس الرسمة بس يتنعكس شايفين كيف هي رسمة زائد Cardroid لما تقبل زائد وسين ثيتا وهذه معكس وسين ثيتا سيكون Symmetry حولين X axis طبعاً لو رحنا على Syne مثلاً لو رحنا على Syne طبعاً كيف؟ Syne نفس Cardroid بعطيك بس يكون Symmetry حولين Y axis هاي Cardroid هون Symmetry حولين Y axis إذا بتشيل الموجب هاي وتحط بدأ لها سالب ساعتها بتنعكس الرسم اللي تحت هاي ثم بصير عندك أيضاً هؤلاء كلياتهم Cardroid فيها نحن أربع Cardroid ثانين للCosine واحد للSine الCosine متمثل حول X axis والSine لكل متمثل حول Y axis طبعاً ما فيه تمثل حول origin في الثانين هلا لو رحنا على 2T بدلاً ما نعمل سين نعمل Cosine 2T تلاقيه بشكل إذن واضح إنه R2Sine 2T هي عبارة عن polar curve ليش مسميها curve؟ لأن هاي رسمة مش function It's not a function رسم ما يخط عمودي بقطع في كثير نقاط So this is curve وبالتالي كلهم curves اللي هون لأنهم مش functions هذور كل هاتهم هم مش functions polar curves هلا الرسم اللي هون واضح إنه في عندي تماثل حولين X axis في عندي تماثل حولين X axis وفي عندي تماثل حولين Y axis وفي عندي تماثل حولين origin لأنه إذا حققت تماثلين الثالث بطلع السريع طيب لو شلنا سين فحضرنا وسين بس من اللف 90 درجة باللف الرسم هذه الفراشة باللفها ثمان 90 درجة تطلع الرسم بها الشكل وواضح أيضا هنا في عندي تماثل حولين X وحولين Y وحولين origin طيب لو رحت مش 2T لو خدنا نصف تيتا مثلا Cosine نصف تيتا طلاقي في الرسم واو هاي رسمة Cosine نصف تيتا رح نرسومها أتوقع مع بعض رح نرسومها رح نلاكي في تماثل حولين X Y وحولين origin وبالتالي لما يقبع فينا تماثل ثلاث بكفي أرسم الرسمة يا جماعة بس في ربع في ربع واحد إذا رسمتها في ربع واحد يعطيك العافية بعكسها حولين Y واللي بيطلع معاك كل آت بعكسها حولين X فلما يقبع فينا تماثل ثلاث بكفي أرسم في ربع واحد أنا لو شلت cosine خطيت sine ماذا يحدث؟ تقريبا نفس الشكل ولكن نقطة البداية ونقطة النهاية تتغير يعني لو بدك تتوجد أدوال هي نفس الرسمة بس نقطة البداية ونقطة النهاية بتغير يعني مثلا ممكن هون نقطة البداية من عند الواحد للكosine بس نقطة البداية هون من السين إذا بتحط مثلا سفر نقطة البداية سفر و سفر من هون فلو رحنا كمان sine ثلاث مثلا بطلع مثلا فراشة ثلاث وردات فيها مثلا ونفس الشي cos ثلاث بس من اللفة 90 درجة فواضح هون هون في السين في تماثل عندي هون حوالين مين؟ حوالين حوالين axis لحاله فقط هون في تماثل حوالين x axis بالcosine لو شفنا الأربعة تين مثلا واو الأربعة تين فراشة فيها كمان فيها ثمن وردات بالتالي هذه الرسمة ترسم بيكون أصعب نفس الشي الcosine بس مثل 90 درجة أوكي لو رحنا على خمسة تية مثلا صلع كيف خمسة تية بطلق بعطيك خمس ورقات خمسة تية بعطيك خمس ورقات الرسمات يعني حقيقة جميلة بس لسه لسه طلعوا كيف البولر ممكن نستخدمها عشان نرسم رسمات لك لسه كثير معقدة يعني كمان شوية لحفر جيكو هاي الماشين فيهم شوية 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 أيضا إذا بدك تزيد طبعا هاي رسمات محضرها عساس تشوفوا شوفات طلع هاي الرسم كيف شو أنواع السيمتري اللي هون شكلهم كل السيمتري موجودين وصين أو يمكن بس واي سيمتري بس سيمتري حوالين واي هون وبالتالي هاي الرسم كيف بدنا وقت حتى نرسمها مثلا لو بدناها بالكوسين تطلع تقريبا شبهة فيها بس نقطة البداية ونقطة النهاية بفرقه لو رحنا على صين واحد في المية واو اسمت واحد في المية صين وبالتالي هاي زي مثل إشي التراث الفلسطيني أعرف شو يسموها عيبا أوكي لو بدناها بالكوسين نفس الحاجة بس نقطة البداية بتفرق حلزوني إذا كنت لك هون بشي لوب في لوب حال زي الحلزوني بلف طب لو رحنا على 0.9 واو بلس يعطيك بالثري ديمنشن سيشبيه بالثري ديمنشن هون كوسين 0.9 ت تخيل اجيب لك هاي بالامتحان مثلا وعكي لك ورسمها مرحبا اوكي بشي تصدق هلا فيه كمان تدع ترسم باستهدام البولر وتعطي ألوان واشياء كيف مثلا هاي الرسمة تدع ترسمها في البولر أيضا إذا درس البولر شابتة 11 تدرس مهم جدا أعطيك كيف ترسم في كيرز طريقة فيها كثير سيمتري ايضا ممكن ترسم رسمة بهذه النوع طب لاحظة ان ههو السيمتري فقط حوالين إكس أكسس ممكن أن يستخدموا الكولر يمكننا مستخدم الـPooler Graphs لكي نعمل الـDesign مثلاً على product يمكننا التاجر فيها وآخر رسمها نختم معها مثلاً رسمها مثل Pre-Wals ويصبحتها من خلال Pooler Tears لا اتمنى نرجع لمشاناvel من الأرسم ثم نكمل في الرسم صار عندكم وهناك خلفية قوية عن الرسومات فهو 1 زاد كو سين تيتا رسمناها قبل أن نرى كيف لأننا سمت رحول إكس الآن R و ساوي 1 زاد سين 2 سين تيتا طبع البدر نرسمها ونأتي 1 زاد 2 سين تيتا ثم نرسمها على السريع قبل أن نرسمها لو نرسمها على السريع على البرنامج تابعناه نروح مثلا كل أرسمنا 1 زاد سين 2 تيتا مثلا هاي سين هاي زاد بس أريد نضع 2 هون هاي 2 هاي هاي رسمة تابعتنا فتطلع معنا بهذا الشكل رح نرى كيف شكلها وبالتالي نروح نرى كيف الشكل هاي ها وتسعي رسمة الدكتور يعني هاي استاذ ليس نفس رسمة الكمبيوتر ولكن قريبة بس هم بفارج كيف الكمبيوتر بيشتغلها أول حاجة بتروح تشوف منتبع على السيمتري تبع منتبع على السيمتري تبع منتبع على السيمتري حوالين منتبع على السيمتري منتبع تعليق ومنتبع على سيمتري حوالين ونرى أولا حتى موجود على السيمتري حوالين منتبع على السيمتري حوالين بل كفى أقل الشخص ها يمكن نبع على السيمتري الكلام منه الرابع الرابع بعدين نشمشي فيهم للربع الأول هلأ ومعوض كل واحد وين في القانون معوض ثيتا هون بطلع قيمة R وبالتالي بسوي الجدول التالي قدرتبه في الجدول مش صعب بس نطلع الجدول أنا بسمي هون نقاط H A B C D للآخر ليه؟ عشان نحكي لكم نيندو تبلش الرسمة الرسمة تبلش من هون من عند A B C D E F J H I خلص نعطيك العافية عملها في لب عكسها هلوين حوالين ال Y A X هذا الجزء الذي يأتي هون وهذا الجزء الذي يأتي هون وهذا الجزء الذي يأتي هون بيجي هون تطلع الرسمة قدامكم جائسة مثلاً COS 3 2 رسمناها هاي ولا ما رسمناها هاي رسمناها كم شوية على الكمبيوتر هاي رسمة COS 2 2 2 وبالتالي هي فيها كل السيمتري لكن هناك نقطة مهمة جدا هون تعال شوفوا السيمتري حوالين X بطلع معك بسرعة السيمتري حوالين X A X تطلع معك بسرعة لكن تعال جارب السيمتري حوالين Y جارب النقطة تبعات Y الأولى تثبتش وجارب النقطة الثانية تثبتش بس ديروا بالكم في عندي سيمتري زي ما حكيت لكم إذا لم تحققوش النقاط هذا لا يعني انه مفيش سيمتري فبدنا ندير بعنا هاي نقطة بصراحة صعبة في الرسم ونفس الحاجة لما تروح مدام طلع عندك هلا في سيمتري حوالين نقطتين مع التأكيد سيمتري حوالين نقطة الثانية تطلع معي على سريع سيمتري حوالين نقطة الثانية هلا شو بتسوي؟ مدام في عندي سيمتري حوالين X و Y و Origin يكفي أخذ زوايا في الربعين في الربع واحد عندما بدك تأخذ ربعين خط مش غلال فمثلا أنا ماخذ هون من سفر لبي هلا ورحت وعوضتهم قيامهم فوق وطلعت قيام R وحطيت لك كيف بنبلش A B C D E فالكمويتر في بيلش من عند A ورى عند B عند C عند D عند D عند E هذه المقعة التي問ها avodz Kardz Dankj حوالي X أكسس حوالي X أكسس تكمل معك هنا لكن هناك أيضاً حوالي Y سأكملها للشكل الثاني يعني الجزء الذي يأتي هنا والجزء الصغير الذي يأتي هنا والجزء الصغير الذي يأتي هنا أيضاً R تربيع تساوي 4 2 فائتة ترى السمتري هناك أيضاً حوالي origin بحقق شرط origin لا يوجد سمتري حوالي X أكسس ولا يوجد سمتري حوالي Y أكسس وهذه الرسمة تبعتها سأرسم R تربيع يساوي 4 ثاني 2 فائتة تضع جدول لزوايا ومعطيك تركم A B C D طبعاً آخر نقطة لازم A B C D ومعطيك ترسم A في الرابع الأول الزوايا ومعطيك ترسم A A B C ومعطيك ترسم ومعطيك ترسم بعض الرسمات أقول لك أكون صريحة معك بعض الرسمات هي صعبة ترسمها يحتاجها وقت وأحيانا يحتاجها في الرسم فلو شفنا الرسما ترسم في الرسم برسم رسم يريد أن نظر من الزوايا من الزوايا برسم أعمل تطبيق مباشر جميع منها كبل شوي وفي هذه الحالة أول حاجة بر برح مثلا عند النقاط اللي يبدا أنه نطلع عندهم لأنه ما أعطيني فقط ثيتا برح بطلع R لكل ثيتا فمثلا لما ثيتا باي على أربعة بطلع كيمة R لما تقبل ثالة باي على أربعة بطلع كيمة R نفس الحاجة للزاوي الثاني بطلع كيمة R للزاوي ثاني حتى نطلع سلوب هذه القانون تبع سلوب أخذناها باللكتر وعند النقطة اللي يبعدينيها السؤال وبالتالي سلوب عنده الواحد و باي على أربعة بطلع كيمة R كيمة 1 و سأطلع R فتحة ما هي R فتحة؟ هي R فتحة تساوي كوسين 2 ثيتا في اثنين كوسين ضعف الزاوي في اثنين وأطلع كيمة مباشرة سلوب هنا سلوب 1 سلوب هون تعويض تعويض مباشرة سلوب 1 تعويض زوايا مباشرة كل مرتب الحل وتعاوض نقطة ثالثة والنقطة الأخيرة تعاوضها سلوب 1 الآن من خلال الرسم تعويض نقطة ثالثة هذه الميلانة عند النقطة 1 و 4 سلوب 1 الميلانة هنا سلوب 1 الميلانة هنا سلوب 1 ماذا تعرف في الميلة؟ تعويض نقطة ثالثة وتعويض نقطة ثالثة هناك رسمة 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 بلنا أكيد سحوالي تعمل من سفر من السفر من سفر من سفر من سفر من السفر الآن هناك بعض أسئلة قليلاً صعبة مثلاً سؤالي هنا نرسم R تربية بين 0 و Cosin Theta ماذا أفعل؟ نرى R تربية تساوي Cosin Theta كيف نرسمها طبعاً R تساوي 0 هي origin ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كيف أرسم R تربية تساوي Cosin Theta؟ R تربية تساوي Cosin Theta فيها سمترة حوالين X axis وإذا عملنا جداً وزبطنا كما عملنا قبل قليلاً تتعلم معك هذه الكار فقط لحاله فهناك سمترة حوالين X axis هنا هذا الكار لو أن R تربية تساوي Cosin Theta لحاله نكتفي فيه ولكن أنا محطوط هنا Inequality يعني بدخل جميع القيم R من 0 للCosin Theta وبالتالي سأعرض كل المنطقة هذه وهذا نرسم الرسمة بشكل نهائي وهذا يكون Section 4.3 أيضاً جاهز